احتفل العالم في الأمس الثامنة من مارس بيوم المرأة للمرة المئة والثالثة عشر وبينما يجتمع العالم لتكريم والاحتفال بإنجازات المرأة ومورونتها ومساهمتها على المستوى العالمي فإننا نتوقف أيضا للحظة للتفكير في التحديات والمظالم التي لا تزال المرأة تواجهها اندلعت الحرب على تيغراي في نوفمبر في عام 2020 والتي اتسمت بانتشار القتل والدمار والنهب والعنف الجنسي مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامنة من مارس صغت الروايات المروعة للناجي من الاعتداء الجنسي على الاحتفالات في إقليم تيغراي الذي مزقته الحرب وتعرضت مئات الآلاف من النساء لاعتداءات جنسية وفضائع مروعة وما زلنا يعانين مع استمرار القوات الخارجية في احتلال مناطق تيغراي على الرغم من التحديات التي يواجهونها يتحدث العديد من الناجين الشجعان علنا ويشاركون قصصهم للمطالبة بالعدالة حيث يبدو أن الجنات يواصلون هجماتهم دون أي عقوبة لم يتم فعل أي شيء لتحقيق العدالة للناجين في تيغراي ما حدث لشعب تيغراي وخاصة النساء أمر لا يمكن تصوره أنا واحدة من مئات الآلاف من الناجين من العم في عام 2023 سكبت جنود الإيرتريون الخمض على رأسي واحرقوني حياً لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمحاسبتهم تعمل مؤسسة ومديرة منظمة هوة الخيرية مسرة حدش على شفاء وإعادة إدماج الناجين من العنف الجنسي وتدعو إلى أن يكون الاحتفال بيوم الثامن من مارس هذا العام أولوية لمطالبة بالعدالة مشددة على أن العديد من النساء ما زلنا يعانين من المعاناة على الرغم من توقيع اتفاق السلام ينبقي لإحياء ذكرى الثامنة من مارس هذا العام أن يدور حول الدعوة إلى العدالة يجب الاعتراف بالمعاناة في تيغراي ليس فقط من قبل الحكومة الفدرالية ولكن أيضا من قبل منظمات الدولية والأشخاص دون نفوذ بجميع أنحاء العالم ويعيش ما يقارب من 95% من نساء في تيغراي في وضع مزري لذلك يجب أن يكون هذا اليوم حاول معالجة كل هذا تصلت مسارة الضوء على العديد من النساء ما زلنا يعانين في أيدي قوى خارجية حيث لا تزال أجزاء من تيغراي في أيدي قوات غير تابعة لقوات الدفاع الوطنية الأثيوبية وتحذر أنه يجب على الجميع أن يجتمعوا لتضخيم صوتهم في الثامن من مارس لا ينبقي أن نتحدث فقط عن نساء اللواتي يعيشنا في المناطق القاضعة لإدارة حكومة تقرار لدينا نساء ما زلنا يعيشنا في ظل الوجود القمعي للقوى الخارجية لا يمكننا إلا أن نتخيل كيف يعيشنا والآلام الذي يعانين منه لأننا كنا ذات يوم تحت احتلال هذه القوى يجب أن نتذكر هؤلاء النساء ونطرح أسئلة حول مكان وجودهم ورفاههم في هذا اليوم يجب أن نكون أصواتهم ونطالب العدالة لهن وللنساء اللواتي نزحنا من منازلين نساء لا زلنا يعيشنا داخل الخيام وينتظرون جوعا حتى الموت في كثير من الحالات يجد الناجون من العنف القائم على النوع الجنسي واللواتي غالبا ما يتم تهميشهن وتركهن يعانين في صمت تمكين من خلال اليوم العالمي للمرأة ويقول الناجون ومؤيدوهم إن مثل هذه الأيام بمثابة فرصة حاسمة للأفراد لاستخدام أصواتهم للتحدث علنا ضد جميع أشكال الظل وتضامن مع أولئك الذين يعانون والسعي نحو خلق عالم يشعر فيه الجميع بالأمان والإحترام لقد تهرض شعب تقراي بشكل عام للقتل والانتهاكات والجوع حتى الموت لذا يجب أن نطالب ونقاتل من أجل عدالة معه يحتاج المجتمع الدولي أيضا إلى الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق نساء والشعب تقراي والاعتراف بها كما يتعين عليه محاسبة جميع الجنات لا يمكننا أن نكون صوتا لنساء تقراي إذا كانت لديها عقلية مفادها أن هذه ليس مشكلتي لأنني لم أتعرض للإذاء الجسدي من قبل جنات لدينا العديد من النساء اللواتي تعرضنا للإذاء الجسدي والنفسي والاقتصادي علينا أن نسوط صوتنا من أجلهم نحن لا نزال في وضع البقاء على قيد الحياة لا يزال لدينا نساء يتضورون جوعا حتى الموت ويمتنا بسبب نقص الدواء لذلك يجب أن يكون ردنا الأول ومساعدة هؤلاء النساء على البقاء على قيد الحياة